نور ياسين أن الجيش يجهد مخططاً إرهابياً خلال رمضان بالعاصمة والبويرة كما نلاحظ الآن هذه بالنسبة للصفحة الأولى للشروق نفس القضية تنولتها صحيفة الوطنة التي عنوانت النارسونال دو غير ريكوپيري أبو كرام ونيفو دو بويرة وقت الجزائر عادت إلى حملة وزارة التجارة الخاصة باستهلاك المنتجات الجزائرية وعنوانت الحكومة تروج للمنتوج الوطني ولا تشجع الصناعة لبغتي من جانبها تطرقت إلى موضوع السلع المستوردة في الجزائر ونقرأ فيها هذا بالنسبة للعنوين وهم الصحف التي اخترناها لنهار اليوم إلى تفاصيل المواضيع ونبدأ بالشروق اليومية التي نقلت التطمينات التي أطلقها بنك الجزائر بخصوص خفض قيمة الدينار حيث استبعد نهائياً سيناريو مراجعة سعر صرف قيمة الدينار وذلك لمواجهة تقالوبات السعر أو سعر الصرف الدولية وجاء احتراف بنك الجزائر بعد قرابة سنة من المنحنى التنازلي الذي اتخذته العملة الوطنية التي تشهد انخفاضاً مستمراً منذ جوان 2014 أثر قرار وزارة التربية الوطنية القاضي برفض شهادات النجاح المؤقتة استياءة وغضب المرشحين لمسابقات التوظيف في سلك الأساتذة هذا ما نقلته شروق اليومي التي علمت من مصادر مطلعة أن مدريات التربية الخمسين قد اضطرت إلى البحث عن مخارج قانونية بصفة مستعجلة لإنقاذ رسوب المرشحين المقبولة ملفاتهم هذا الاعتبار أن جميعهم قد أودعوا شهادات نجاح مؤقتة في موضوع آخر ودائماً مع الشروق التي نقلت أن سكان ولايات أقصى الجنوب من تندوف تمنراسة إليزي وأدرار اعتبروا أن نمط الخدمة المدنية حل ترقيعي وأدان غياب الكثير من الاختصاصات في المستشفيات مما يضطرهم إلى التنقل إلى ولايات الشمال صلتت الشروق اليومي الضوء على حالة الطرقات في مختلف بلديات الوطن ونقلت تأسف أحد الخبراء في مجال الأشغال العموية الذي انتقد الملايير التي تستنزف من المواطنين تحت ذريعة قاسمة السيارات دون أن تضمن لهم طرقاً أو طرقاً تحافظ على سلامة مركباتهم إلى الخبر الآن التي نقلت أن شبكة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان الجزائرية أودعت شكاوى لدى العدالة التونسية والجزائرية لإعادة فتح تحقيق واسع في قضية اختفاء مئة جزائر قبلة السواحل التونسية سنة 2008 ووجهت الشبكة اتهامات مباشرة للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والمسؤولين المباشرين الذين أنذاك الذين على قطاعات الداخلية والمخابرات بكونهم وراء اختفاء الحقوق بتونس دائماً مع الخبر وإلى غردايا الآن التي عاشت ليلة أخرى من العنف كما نلاحظ الآن في هذه الصفحة في حين على الأقل في ليلة بين الثلاثاء إلى الأربعة وتعرض عناصر وحدات التدخل من الشرطة للرجم بالحجارة على حسب الجريدة في أكثر من مكان بينما شهدت أحياء أخرى مزيداً من العنف الطائفي الذي يخوضه في أغلب الأحيان شباب المنطقة لم تكن مشاركة الجزائر في الطبعة الأخيرة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مشرفة حيث لم تتحصل مؤسسة تلفزيون الجزائر العمومي على أي جائزة هذا بالنسبة للخبر وتسائلت نفس الجريدة عن الفشل الذريع الذي مني به التلفزيون وعودت المسؤولين فارغي الأيدي إلى الجزائر إلى الليبغة الآن التي نقلت أن شرطي أطلق النار على زميله في تيزيوزو في حي العشرين أوت ونقل شرطي البالغ من العمر 45 سنة إلى المستشفى بعد أن أصيب بأربع طلقات وأشارت الصحيفة أنه لم يحدد لحد الآن سبب إطلاق النار الرسمي إلى أن هناك تأولات بأن السبب كان وراء مشحنة كلامية بينهما أعلنت بزارة التجارة أنه لا بد من إيجاد حل لأزمة الأسعار المرتفعة التي تشهدها أسواق التجزئة للخضار والفواكه في حين أن هذه السلاع تشهد انخفاضا في أسعارها على مستوى أسواق بيع الجملة خصوصا ونحن مقبلون على شهر الفضيل شهر رمضان يكثر في الاستيلاك هنا بزارة التجارة تتساءل لكن لابد لها أن تضع حلول براغماتية وواقعية لتفادي هذا الأمر والمواطن مع الأسف هو الضحية دائما في هذا الأمر دائما ننتقل الآن إلى الوطن حيث من المقرر أن يدخل الدفع الإلكتروني حيث تنفيذ نهاية الجوان المقبل وذلك قالت حسب الصحيفة التي قالت أن لجنة مختصة ستجتمع الأسبوع المقبل للإعلان الرسمي عن الأمر مضيفة أن عمليات الدفع الإلكتروني ستخص فقط تسديد الفواتير ولا تخص عملية الشراء والتسوق عبر الأنترنت ونختم مع هذا الخبر الاقتصادي حيث نقلت وقت الجزائر أن الرسوم الجمهورية التي فرضتها وزارة التجارة على فاتورة استيراد المواد الأوليات تعرقل الاستثمار في مجال التصنيع الوطني حيث تبلغ قيمة هذه الرسوم 23% من فاتورة الاستيراد وهي نفسها المفروضة على مستورد المنتوجات الجهزة ما يحتبر غير مشجع لأصحاب المصانع الجزائرية ننتقل لطفي وسوسا الآن إلى الكاريكاتور الوطنية ونبدأ من شروق اليومي التي أشارت إلى القرارات في الرسائر والتي تتكدس وتتراكم ولا تنفذ ولا تنفذ تبقى للأسف مجرد حبر على ورق ما لأسف ونتظر التنفيذ حتى خيط العنكبوت نراها في الصورة مما يرحظ أن هذه القرارات بقيت في الدرج لمدة طويلة كاريكاتور آخر ننقله من الليبغتي الآن من جريدة الليبغتي التي عادت إلى الأزمة التي تشهدها ويشهدها بيت الأفلان وإلى المؤتمر الذي سيوقده قريبا أظن أن الكاريكاتور واضح ولا يحتاج إلى تعليق أكثر نعود بعد الفاصل لصحافة الوضع العالمية مشاهدين